لعبة الكريات الزجاجية كانت أيامه هي إصباحات لا يمكن تفريقها عن الأمسيات أعياد لا يمكن تفويتها عن الأيام العادية ساعات من الهمة لا يمكن تفريقها عن ساعات الفتور والخور إلا قليلا كانت أيامه تنساب كسولة في تعب مشلول وفتور واعتقد الرجل أن ما به مصدره شيخوخة حزن وقد حزن لأنه كان يتوقع أن تأتيه شيخوخته التدريجية من خبو نار غرائزه أو انفعالاته بصفاء ويسر في حياته وأن تتقدم به خطوة نحو الانسجام الذي يتوق إليه وإلى راحة النفس الناضجة التي تمناها فلما بدت الشيخوخة على غير من كان يرجو ولم تأته إلا بهذا البوار المتعب الحزين المطبق وبهذا الشعور بالتخمة المستعصية كان يحس بالتخمة من كل شيء مجرد الوجود من التنفس من نوم الليل من الحياة في كهفه على حافة الوادي من حلول المساء ومن حلول الصباح نعم لقد اشتاق إلى نهاية لقد حل به التعب لقد زاد الأمر وفاض وأصبحت حياته بلا معنى وبلا قيمة بل لقد أحس في بعض الأحيان يوسوس له أن يضع حدا لحياته وأن يعاقب نفسه ويأتي عليها حتى كان لا يمسك غصن شجرة إلا ويختبر صلاحيته في تحمل جثته كمنتحر ولا ينظر إلى صخرة مائلة في المنطقة إلا ليتبين ما إذا كانت تصلح ليهوي عليها إلى الموت ولقد قاوم الغواية ووقف في وجهها ولم يضعف ولكنه كان يعيش يومه في لهيب من كراهية الذات والرغبة في الموت وثقلت عليه العيشة وأصبحت شيئا لا طاقة له على احتماله